موسيقى 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 إن هذا أكرم جذ الشباب إنها أصلة فيتزا هي فيتزا إيطالية نعم الظنودين هي فيتزا إيطالية الأصلية والحالثية بصف تحديد أ Wochenrau البيتزا يعني أصل هذه معلومة جميلة أصلتها عربية نعم يعني بتيني نعم معلومة خاصة بس المستمعي يتفاد ويشوف يعني أصل تحول عربية بكل صراحة وش نطلعين ديبلوبوها بخد أمخ والأستد محمد أكيد أضاف لهنوبها جزائريا يقول الله تشتاك لازم يكون الشاب لازم يكون عنده لمسة الخاصة الله تشتاك لازم يكون يعني متميز عن الشاب لأخرين قول صراحة ما شاء الله أيضا الأستد سيد أحمد فنان الجزائري مغني عن التعريف مش الله أنك دخلت البويوت الجزائري العديد Operating وخاصة أنك تغني جميع الطبوع الجزائري نعم 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 نهار لي Tiffany دينا الموسيقى بدينا معنا الناس تعمى موسيقى هيزاح نعم الحمد لله مع الأغنية الطبائية ما قلت لك يا رب يقدرنا إن شاء الله ماذا كيف عدت الأيجب توضعك؟ المسر bombam لا كانت عoldت الضانومة كانت صعبة عزم يعني الحق قلت أساتذة لنحييهم اللي ماتوا وربيه رحمه اللي مازالوا وربيته في عمره منهم محمد تعب جايا وكين شيخ براهيم كين بزاف تماما ستوفه في دار الشابر كيف بدنا نتعلمه لعطونا يد المعاونة هم يعاوننا بشيخ المعاونة كنت 16 سنة لا يبارك يعني بديت الفن صغير كنت 14 سنة وعطونا بشيخ المعاونة ماذا هو أكثر طابع جزائري قريب لقلبك؟ قبائلي هل تحبه؟ بما أنك قبائلي أو لا؟ لا أقول لك أنك قبائلي نعم نحس رحي أعلاس فيها أستاذ محمد انتقران أنا سبياسر الخيز عبر أفتاحي هذا سبيقي وعندما نقوله السريقي نقول أخ ما شاء الله يعني تسمع له كامل الطفولة؟ لا ينسوا لابد أنا حتى في المنزل وأصدقاء يتبع هو صديق طفولة؟ نعم ما شاء الله أستاذ بوحمار ما شاء الله ما شاء الله أسمتها جوفانتوس خدمت لفايوس نوار إبلون سيقصد على فريق إيطالي قالوا لي جوفانتوس أنا أصدقاء أصدقاء جوفانتوس أنا أسمية أنيس أنا أصدقاء لفايوس ما شاء الله نعم إن شاء الله لقد مستخدم المثال بوضعينا لدينا أسمنا نحن ملاحظ شهر الكريم نحن جامعيا ونحن جامعيا نحن جميعت ونحن جميعا وحتى أنه يترك في حالة لهم وقال لهم إنهم جميعا سلسل لهم جيد نحن يرى وقال كلام نحن رأينا على صحاة وربي يراع وانهم خرونه يحقق نقذها كيف أشجوه رمضان؟ أنا شهر رمضان ندوسه كل عهده يعني هو شهر عباد الإنسان يختلف الفرصة يدعب في تقرب الزواج الحاجة الأولى وبيعزوا الكوزينة مش حان سمح فيها بيانسوا ميدة ندخل الكوزينة نقول مرة لي ومارك أوروبا طيب شويات الكوزينة في رمضان؟ نعم ندخل صراحة ندخل صراحة قلت اليوم أوروبا صراحة ونقضي قضية لك تعال في كل عهده وحشي يعيد ناسي دحمت كل عهده هذا هو رمضان نعم رمضان تعبادها يعني مغفرة يتقرب الله عز وجل يتقبل منا القيام مستية لكن صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم رمضان إيمانا واحتسابا غفرة لهما تقدم مننا بما تأخر يعني هذه فرصة في رمضان الإنسان يتقرب الله عز وجل حتى يجد رمضان يتصدق بيانسور صداقات هذا هو رمضان نعم ماشي شهر أكل وشرب يعني يبكه صراحة حتى يعتقد أن أعرف أحباب وصحاب يعني جوزت سعرات في رمضان هل كانت لديك سهرات؟ نحن نرى أن هناك الفنانين في الجزائر لديك أولا ما يكون فيها أولا أكيد طبعا بصحة وعندما تبدأ عشر يوم أو دوز يوم يبدوا اختتام جماعي نشكر من هذا المنظر نشكر جمعيات والناس الذين شاركوا في هذا الاختتام جماعي ولكن لدينا فيتا عشرين فيتا عشرين حفل وكان محمد يكون حاضرا مع الله كان يجوا فنانين يشاف يجوا بقع الناس يشاركوا في هذا الحق الحمد لله يعني الواحد ساهم في رسم البسمة الحمد لله ربي يقدمنا إن شاء الله نقاض لك سيد أحمد بالنسبة للخمسة عشرين الأخيرة من الماضان لاحظتك بالنسبة للمقعدة من المعروض نعم هذا هو الفنان نعم الفنان دايما ما يباتش سمحني الحاجة اللي هو الفنان نعم في داري نعم حتى نعرض في داري نعم ما لاحظت حادثة أحمد او الفنان مع الإعلامي مع اللي شاف وعلى شهر عائلة واحدة للاحظت يعني عندهم علاقة تكاملية واحدة كم الواحدة نعم نعم هذا كل مرسم البسمة على وجوه المشاهدين وكذلك محبينكم أكيد عندكم محبين عندكم جمهور حبكم وماشاء الله هل لديكم عادات وتقاليد كيفية رمضان نعم 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 يعني عادة هديو وطبقتوها انتما في هذا؟ أنا عمدي شد صغار بس حقيقة في.. في العائلة يعني كبيرة في العائلة كبيرة ربي أفضل إن شاء الله ومن تالوي سيدنا؟ أنا عني ثلاث أطفال اللي غم صناع زعموا لنحار لنهار 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 لسوم وسبعة وشرين بنوا نحلي بوت مربية لنصوم وطيتهم زعموا يعني باش إشرووا ملاباس العيد لطيتهم مبلغ مالي باش ينتحفزهم إن شاء الله قالوا لي أنهم صوموا. قالوا لي أنهم صوموا. قالوا لي أنهم صوموا. صاموا المهم السبعة و عشرين. لقد أخذت تحية الإصحاف. جميلة تحية. نحن أيضاً من قناة السلام. كيف كانت تحضيرت عيد الفطر؟ عيد الفطر عندك نكهة خاصة لدى الجزائريين. تلقى عنده بنا سبيسيال. سبيسيال يخلص وارحه. كان لديه الغاشي البارح. ترى الغاشي برمت أمنيس. ترى الغاشي برمت أمنيس. سبيسيال يقع بالمشارط. مرحباً. سيثري أي حاجة. لأنه يقع برمت أمنيس في العيد. يعني هذه مدهجة وفرحة وسرور. نعم. الشعب الجزائري يعبر عن فرحة بطريقته الخاصة. خاصة العيد. لنسبة لعيد أبيوت الجزائية تجدوا تلقاهم قبل لاحق العيد. نقولون أنهم ينطلقوا على المنزل ويبدأوا حلويات العيد وملابس العيد. يعني يوجدون العيد حتى الأطفال الذين يلقى ملابسة عيدة يرقضوا قدامهم ذلك ما زالوا أنا أولاد يرقضوا قدامهم بارة وفرحاني ويقتش ينبسوا هذا الشباب وخاصة ويقتش ينبسوا هذا الشباب وخاصة ويقتش ينبسوا لهم درعها ويقتش أنا طميت كتر هذه الفرحة ويحس بها أكثر هم الولدين ويشوفوا لدهم فرحانين ويشوفوا فرحانين ويشوفوا لدهم فرحانين ويشوفوا لدهم حلويات ملابس ومينة وشعر الدار هذا كل شيء حتى نقول صارت العيد قام يستاعك توجد بشكو عيدة أو لحق عيدة صح صح حذرت العيد أستاذ محمد لديك سيسينة من المطاعم نعم عندي سيسينة مطاعم وهي أصحى ولدراري أبدا تتخذ وهذا بفضل الله سبحانه فأما بنعمة ربك أحدد أكيد سبحان الله سبحان الله أنا عندي معلومات بلديك شعبية كبيرة على الحمد لله خاصة البيتزا نعم في مجال البيتزا نعم بس كم أما في دوارات كوينية كني دوارات كوينية كني قولوا أن أمارني في البلد أو لا أي بلد يعني أي ولاية كان يقبال كبير يعني نساء ورجال وهذا بفضل الله سبحانه سبحانه نعم أكيد هذا من فضل ربك سبحانه أكيد سبحانه وطعام كانت مغلقة أكيد أكيد وطعام نعم أكيد 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 مطعم سبيل ويقوم بردار تكوينيه ليكي نساء ورجل بكل صراحة لا تتسنى بلكين أقبال كما هذا رمضان نسى فى الزوج وكان أقبال للقائمة السنة نوجه لها من جزمه بربي وفق الجميع نعم اكيد أستاذ حمد هل لديك مشاريع في المستقبل؟ نعم شخص في المستقبل نعم شخص في المستقبل نعم شخص في المستقبل ان شاء الله يمر العيد نبدأ ندير الكليب وعندي انشاء الله وعندي انشاء الله وعندي انشاء الله انا دعمتهم بأغنية باش انشاء الله يوقفوا معها تعودت لها انشاء الله يعني عندك أغنية في المجال الرياضي نعم في المجال الرياضي فريق شبيب القبائل انت من المناصرين من بكري وكنت لعب كي كنت صغير بحق نعم وشخص في المناصر لتغفر انشاء الله وكذلك من المناصرين شباب مولوديا أنا مولوديا في زائر نعم بسيطة أكيد لكن كامل المتنمير هناك جوجة سيبورتي ومولودية ونحن جوجة سيبورتي وجياسكا نعم أكيد أكيد وجياسكا يعني بكل صراحة يعني فريق قوي وعريق ومعروف عن تاري يعني إنشاء الله في الجزائر في عدة في صراح في صراح وإنشاء الله وإنشاء الله نعم إنشاء الله هي أصلا رياضة عندها طابعة خاصة في الجزائر مع المناصرين ومعه تيد أحمد يحب شباب القبائل يعني في الدم بكل صراحة يعني يقول هلو في وجهه لا لا في القلبه هنا شوف الديد مدامة يعني يحضر أغنية قبائلية الفارق يحفز الفارق يعني يكتبها من أعماء قلبه بكل صراحة إنشاء الله نتمنى لها الدوام إنشاء الله يربي إنشاء الله إنشاء الله إنشاء الله أستاذ محمد أنت متحصل على حكم حكم دولي الحمد لله هذا بفضل الله عز وجل حكم دولي حكم في تركيا في تونس يعني في دبي في مصر هذا بفضل الله عز وجل يعني شاركت في مسابقات أو نعم قبل شاركت يعني في مسابقات حصل على برمير بري اللي هو أحسن صانع بيتها في الجزائر وعربيين بفضل الله بعدين تحصلت لي حكم دولي نعم وهذا بفضل الله عز وجل يعني أنت متحصل على ميدانيات وشهادات على الحمد لله ميدانيات وشهادات كائمة نعم الحمد لله لما تسمع أنه عنده سلسلة من المضاعم وشعبية لدى الشعب الجزائري ما شاء الله تعرف أنه كاي النكهة خاصة حقا حقا الشعب لازم يكون عنده هذي كالطبع يعني لا تشتاع أكيد بس و باش يكون عندك تفرق باللي شعب حناك قال يشعب بس لانه تكون لديها كالطبع اللي باش يكون متميز على اللي شعب نقر أكيد و هل هي مهنة صعبة أمسالك؟ مش مهنة صعبة بس كي الغرام داع الكوزينة وإذا كنت تحب الكوزينة هذي كوزينة شغل ما أحب باناك يكون في الكوزينة نكون مخلوي لا بروفين مضمان قنا بس نتخل الكوزينة نقول نبري باري نخدم الحمد لله يعني عندي غرب داع كوزينة يعني تشارك في الأعمال في المطبخ؟ نعم ولا بود حتى نقولوا يعني في جمعيات الولامي قدموا مطاعم السربيل ديفون يعني نعطوهم يعني المعاونة نعاونوه في سواء الناس والفريق التي يخدم معي أكيد أكيد نعم يعني من خلال هذي هذي السلسلة وهذه الأعمال وهذي الشهرة التي تكتسبتها مع الشعب الجزائري طبعا هل تتوسع دولياً أو عربياً يعني نعم 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 لك نعم 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 للجالية الجزائرية يعني الله تجدع كل صراحة يعني حتى الجالية الجزائرية اللي راه في إسطنبول متوجدة حي المجهودة هي الكنل الجالية الجزائرية قولهم صحى رمضا صحايتكم يعني راح يروح عندهم محمد ويعطرهم النكهة الخاصة بسهما دام عملنا مطاعم هنا في الجزائر نخرج البلد العربية نعم لأنه يعني سلسلة تعرف مش حاجة وارغة إنسان يكون عنده إيرادة أبر حتى في السعودية في قطر أكيد أكيد إنسان عنده طاموح وأنا في الجزائر يعني بكل صراحة يعني فهو في البروشي اللي هي أكاديمية باحتلافية يعني هذه المهنة لازم نتعلم الناس بها يدي الأكاديمية ناس يخدمون معك القبز يخدمونها على الناس سواء يعني أنواع يعني مجالات الحرف نفتحهم الأبواب إن شاء الله ونتمنع لهم توفق إن شاء الله ونتظرنا قريبا إن شاء الله أكاديمية بقوة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي وعندك كاش واحد هكا علمت وشفتوا الآن تشوفوا هكا شاء الله عندي دخاني ننشط في أي أكاديمية اللي هي بقول صراحة يعني في برج البحر أكاديمية نلجز نوجه لها تحية من هذا المنبر يعني نخدم عندها عاما ندي ثماني فرماسيو أننا يقبال ما شاء الله بقول صراحة لحقنا حتى 100-120 في الشهر وهذا بفضل الله عز وجل برج والإنشتان كي يكون عنده شهرة في المجال التاع ويخدمه باحترافية ويقدم أعمالته ومن قلبه حتى الإنسان يجي الفرماسيو يشوب لهذا الشافة يمد حاجة من قلبه يكون إقبال بقوة الحمد لله أكيد أكيد نعم الحمد لله نتمنى لك الدواء إن شاء الله في هذا المنبر وانا من منبر هذا اللي تتعلمش عن البخل وكل صراحة بس كل مهنة هذه مش عنديها معاي أكيد أكيد ودائما الإنسان لازم يروج البلده يعني أكيد البلد الأم الجزائر ورح يمد النكهة الخاصة بالجزائر نقاطك في نقطة رئيسية اللي هي صبح ربي زعما يعيدوا لك سحايدك شيخ شاف عندي هذو اللي لقعوا عندي وعلمت نعم نعم يعني نعمة كبيرة والله نعمة كبيرة السلام عليكم مشاهد سحايدك شيخ السلام عليكم بينصور بسكو علمتو وطيتو ميتين من قلبي انتزي تنفرماتو ديلي فرماسيو وتمنى من قلبك هذك سماشا ينسلك خيرك صح صح أكيد وكاين الناس يعني يرام بالمطاعمتهم بكل صراحة نعم أكيد وش رايك نروحول لسيد حمد يعطيناها كمقطعة بيانسي آه ماذا بي طليتي على قلبي طب الزد عمد يلا تفضل عطينا مقطع اختار مقطع اللي حبيته يلا كهدية القناة السلام نروح الأغنياء أغنياء تكون قديمة شوية نروح الطريزان تاكفاري ناس تفضل اي عسسنا الصغري ذوي العقلي وصري ضعني ذات واغا ثنيني رب وفوسي أمن نقز ذا الزواجي لكذا الخير يسبو الدار اي غسم كان ذا قولي ذا قلاي ستاير ومتا وخمي دلولا بل يذي كارايل ذوي شو الله رحمة الصحة تعمل رحمة لك دحمت شكرا لك بدتا حتى دعمل حتى أخلا شكرا لك سيد أحمد أنت يعني فنانة بانتياز لله أنا من الفان تاكن انا من جمالة سيد أحمد انت كنت غنيت وأخدمت الحفلات أو الأعراس الجزائرية تخدم الأعراس الجزائرية بالطبع أنا قلت لك فرد عام 1995 كيف بدأت دار الشباب كيف بدأت دار الشباب تخدم دار الشباب في فرقة الأعراس وذكر أنا في الجزائر شوزان شانتور دي فات ومالتون نورغانيزين أنا بدأت ندير دي برغرامات لأعراس وعندك أوركستر بالطبع بلنا نورغانيزين وعندك أوركستر أبيتك أوركستر وعندك عرسي يتأكد عرسي وعندك أوركستر تخدمك أوركستر نعم أقصد أحمد أعرف أن أشعر فيلزة إلا فيلزة لابدنا نعم نعم كشنهار بدي لكيبتاك ورح يديروا للأوروبة 14 محببك 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 بيازر نعم المحل معك ومدادة شكرا شكرا جزيلا شكرا والله شرف لنا يعني كصحفيين أنكم تومى شرفتونا بحضوركم والله يحبك وقفتوا معنا في هذا اليوم المبارك لكي نزوركم معا وره واجب مع عائلة وعادوات بزيتان لكن خيرتوا أنكم تكونوا مع عائلة نحن عائلة السلام بيازر نعم بيازر نحن نحييه كاريم خوية سرديناء وملك اللوبياب بزبزب خوية العزيز وليكيباج شكرا ربي أحفظ ما شاء الله يخليك شكرا ضيفايا لكينما نوصلنا إلى نهاية هذا الجزء يعني كان الحديث شيء جدا معكم نعم شكرا والله كان الحديث شيء جدا أنا قبليت له أنه رح نخلي لكم فرصة لإلقاء التهاني والتبركات أكيد للعائلات نعم نستطيع أكيدنا علينا أيها المشاهد مني نستطيع أحدة نستطيع أ granائلة نستطيع خلال وت Prix بيت والفارك، الزوجة التي تعبنها مسكيننا رمضان قادم لأنها تخدم مردد شفا. من رأسها نحن في المساء الخلفية. الموضوع من مغلبنين. نعم، ماشاء الله. كانت المسكين ونقوم بتجاهدنا ونحن نسوالح. انتظر إلى الكوزين. رب يحفظ. هل أمراه مرأة مسلمة بعد شهر رمضان كانت مجاهدة في المطبخ؟ رب يحفظهم رب يرطيهم صحةهم ان شاء الله تكونوا بديتهم حق الملحب ان شاء الله ونحيو شوفه عائلة لفامي بالقاسم لفامي حداد ونظار لفامي بالجلالي باش مانسوش انشاء الله احتى واحد سابي عمومي اخواني تت لفامي باش ماننغطوك احتى واحد ومنسوش ولادي العزاز زمروضا حسني نور اسلام ومحمد شريف اليوم معي هنا والسلام عليكم ولكل الامة الدزائريين سحايتكم مبارك والامة العربية ان شاء الله ونقدم اهداع بيانسو الامة التاعي والاب التاعي والزوجة التاعي ربي حفظ ان شاء الله يتابل في رنضان بيانسو كباق على اقسيد احمد وولادي اسحاق عدم ورحمة بيانسو والله فامي الزوج اللي هو انسابي بيانسو والله فامي بو عمار كامل كما راعم والاصديقاء التاعي ولي قرأوا عندي اخواني قرأوا من هذا المنبر والاكاديمية ونرجح الابداع والسلام ولك شمال سينا سمحوا نعم لا اكيد مسموح يا عمي وانا بدوري مشاهدين الكرام ونقدم لكم صحة عيدكم كل عام وانتم بخير وكذلك نتقدم الى كل عائلة في عائلة بوزيدي باحب التهاني والتبركات نروح الى اغنية من الحانوى كتابة سيد احمد نعم في الجزء الثاني من عدد خاص بعيد الفترة المبارك كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية اسعد باستضافة كل من سيد موسى رئيسة ربطة حقق الانسان واسعد باستضافة أيضا محمد شريف بالقاسم ألعاب خيفة لعب ألعاب خيفة نعم صحة عيدكم وصحة عيد الجمهور التي تفرد فينا شكرا صحة عيدك أيضا سيد موسى صحة عيدة كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية صحة عيدكم وصحة عيدة قناة السلام وصحة عيدة كل الشعب الجزائري عامة احكي لنا كيفاش جلوس شهر رمضان شهر رمضان المبارك هذا والله الحمد لله جز خفيفة ضريف علينا على كل الحمد لله كانت برابطها بين العمل الخاص بي انايا كعامل مهني وايضا العمل الخير اللي كنا نقوم به في شهر رمضان المبارك هذا على بيها الحمد لله ربي سبحانه وطننا قوة وقد وقنا روحتينا محسينه وانتمنا يعاد علينا بالخير إن شاء الله العمل جاي إن شاء الله وانتمنا بيها الحمد للهنة وإن شاء الله في العام الجاي والأعوام القادمة إن شاء الله محمد حكي لنا كيف ستجيو اسمتها رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان كنت نود بكري كنت شوية مرقوت بكري بساحة نود بكري شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان وشهر رمضان شهر رمضان ندود ندود أعلمت في الوقت هذا كنت مقسم وقتك كنت مبرمجة للألعاب الخيفة لتخرج مع أصحابك والديرسة أيضا حاجة شي مليحة هذه حاجة تفرح سيدي موسى أحكينا كيف كنت تقدر تقسم وقتك بين العائلة والعمل التطوعي والعمل الخاصي أحكينا كيف كنت تقسم وقتك وفرقت من وقتك باش قلت وفناشاطات طيلة شهر رمضان المبارك نحن نعطل الحاجة باقيعية نحن نشكر مدير مركز تكوي باستوعدي اللي سهل للمهماتي باش نقدرنا نكون في العمل التطوعي هذا سمحكي أنا من هذا المبار نقول لك ما سهلتها عليه وسهلتها على الناس هادو ما ربي سهلها لك إن شاء الله نحن نشكره على بسكو علاش لو كان ما تكونش عندك تسهيلات من طرف المسؤول أول تاعك في العمل تاعك ما تقدرش تكون تنشط بين العمل الخيري والعامل الخاص بك نحن الحمد لله بالناس هادو اللي يساعدونا وعاونونا وفتحونا البيبان قدرت باش نفرق بين العائلة والعامل والعامل تطوعي تاعي هذا اللي كان طيلة شهر رمضان المبارك نعم شكرا أحكينا سيدي كيفاش جوزت اليوم أو اليوم من عيد الفطر أحكينا هادوك الفرحة البهجة والصورة أحكينا عليها شوف احنا والله الاعياد التاني الحمد لله احنا مسلمين والإسلام هو اللي يعطنا هادو نبدا هادو تاع الفرح تعطنا حاجة اللي نفرحو بيها ويفرحو بيها الأطفال أيضا احنا من هاد المنبر نشكر كل أطفال الجزائر اللي رهم هم اللي يعطوننا الفرحة في هاد الوقت اللي رانا فيه بس كون باش تولي تشوف الشت العامل الخيري هذا العامل الخيري هذا يعطيك عدة نقاط اليوم كي تشوف أطفال فرحانين واحنا العائلة تقع فرحانة وتشوف متحسش باللي كين واحد ما عندو شو واحد عندو متشوفش باللي كين طبقة هشو طبقة عندها هاد هو الدين تعنا الحمدول الله ديننا عطنا بطبعه محب للخير والله سبحانه وتعالى زراع في هديك الفطرة اللي يحب الانسان محدده يحب الخير يحب العمل التطوعي يحب يعاون الناس المحتاجين ما شاء الله حلال نشاء الله نعم كيما قال محمد كين فرحون ينفرحون داعي وما نفرحون سبحانه وتعالى الحمدول الله يا ربي هذي نعمة وفطرة عطاهنا ربي سبحانه وتعالى اللي لازم احنا تانيك باش نقولون نشكره ايضا الناس المحسنين اللي راهم يعاونوا ما يخلوش اه مساعدة ما يخلوش اتبان بين الانسان المحتاج واللي ماشي محتاج واحنا جوزنا العيد اليوم تغافر مع العائلة مع الاحباب كده والحد الان راني عندكم في الحصة هذه باش نزيد نوصل التهانيتي الاعلى للناس قائدين شعب الجزائري ان شاء الله نقول لك الحصارات هم مفتوح عليك ايضا شريف احكينا كيف جوزتنا العيد جوزنا عنا شغول فرحاتي عنا كي تنوض باش تلبس حوائيد تغافر الان اقارب والجيران شغول حنا الفرحاتي عكيم ذلك تراهم ماهما ننسوش بللل ما عندهمش كان مساكله ما يقدرش حتى يشروح واجي حوائي يجب مليون ما تقدرش تنحي منها تشروح بخمسمائة الف وخمسمائة الف الاخرى تصدقها حاج مليح اننا شوفوا طفال سعيد وراوخ من بهذا المنطق هده هم الشباب ينقدرون ان تكلوا عليهم سيدي هي الحمدولي لكن وليون شوفوها هده نعرفوا باللي احنا وش رانا نسعة وحنا يارانا كبار راهم يرفضوا علينا هاد الشباب انتمنى يكونوا قاع يكونوا مثل هاد الشاب اللي طاموح الشباب طاموح بس كل عامل خيري ما يجيش هبه ودبه يجي عامل خيري بس كله كانوا يقاع عامل خيري بس كله كانوا يقاع عامل خيري كنا ما راح نديره ولو كل واحد يقول ربي سبحانه وشي مدله انتمنى له التوفيق للشاب انتمنى لك التوفيق والنجاح في المهني والدراسي ان شاء الله سيدي موسى احكينا عن النشاطات اللي قمتم بها خلال شهر رمضان المبارد احنا ربطة حقوق الانسان متقولية الجزائر قمتم بنشاطات عديدة هي النشاطات باش نعرف احنا المواطن الجزائري والمشاهد اللي راوا يشوفينا نعرفوهم اللي رابطة حقوق الانسان هي اجتماعية تعمل في المجال الاجتماعي الانساني الخيري التقافي والحقوقي عدة مجالات عدة مجالات اللي تنشط فيها في الامور هذه ما انت احنا ماش مختصين فقط في العمل الخيري او في العمل الحقوقي او في العمل الاجتماعي احنا القانون الاساسي لأعطاء صلاحيات لنا لكي نخدمه في جميع المجالات لا صحة القانون يقولون من كل بوستان زهرة يعطينا الصحة وهذا هو اللي خلانا باش نكونوا في كل المناسبة حاضرين بس كله كان عندنا القانون الاساسي غير حقوقيين ما انت احنا في شهر رمضان ما نقدروش من شي ما نقدروش نقدرو نطوعه كما عادي ولكن بناء على القانون الصلاحية لا نقدروش ولكن القانون الاساسي اللي يفتح لنا المجال باش نقدرو نعملو في المجال الانساني والخيري والتقافي والحقوقي شهر رمضان هذا الحمد لله من هذا المنبر نشكر كل رؤساء المكاتب البلدية والمقاطعات اللي يشرفوا ووقفوا باش يوصلوا ويساهموا في العمل الخيري هذا خاصة عملية الاختيتان اللي قام بها رئيس مكتب مقاطعة بيرتوتا اللي لحقت قريب الـ 45 والـ 50 طفل ونزيدوا حاجة نشكروا أيضا الأعضاء اللي راهم معاه اللي ساهموا أيضا بمالهم الخاص باش يفرحوا هاد الأطفال اللي بلك يسنوا غير وقتاش المساكن يلحق لهم الوقت تاع باش يتخطنوا هاد الأطفال حاجة مليحة نشوفوا متطوعين راهم يتفرغوا من وقتهم وراهم يتطوعوا من المالهم الخاص باش يصرعوا هاد الأطفال بس ما نقول لهم حاجة مليحة هده هم الشبل والجزائر لا الحمد لله أنا أقول لك من هذا المنبر نشكرهم قاعدك علاش بس كل عمل التطوعي هو مشي سهل ومشي واعر هو عنده الوقت والماديات حنا يا معدناش الماديات معدناش تمويل مكاش ولكن بفضل ربي سبحانه والناس اللي راه يتعاون المتطوعين اللي راه يتعاونوا رانا نلحقوا الأمور اللي والله يسيب من ذاك نقول لأن الحمد لله يا ربي من راوجي الخير هذا تنوي يا برك ربيك يحب يرزي يعطيك الصحة ربيك يحب يسهل على الناس هادهم بشي يسهلها لهم والله نشوف الحاجة خير ربي يسهلها ممم في شهر عمضان هاده كنا نشوفه ظن عدة مطاعم الرحمة قناة السلام خصة حصة لفطر الصائم العدمة عبر السابين للجمعيات اللي نشطو والله عرب من ذاك تشوف يقول لك حنا اليوم عندنا هذا المكان سوف نزيد ونفطر ونخلوه على الاربي سبحانه 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 سوف نزيد ونفطر صائم ومشاء الله هنا تعرف باللي رزق واربي يمدو وكل حاجة سوف يمسطر نشوف هذا اللي نوصل لك الكلامك هاد الأطفال كيل بريبارين لهم باش ندوهم نختنوهم نلقينا باللي الحالة قعمة مكاش ونتختنهم بعد انا كان عندي اتصال مع مدير مستشفى الجامعي بدويرا اللي فتح لي البيبان مع المكلف بالصحة تعنا على الليك ساليم اللي شكرا ايدا من هاد المنبر فتحونا البيبان اللي باسكو علاش كاله الجمعية دقيعتك رحيني تختنوه وحنا اطحنا في بريودة اللي مكناش وجدين ومبعد وجدنا لديرارية هاده باسكو انا ما اقدرش نونقاجي بطفل وما عنديش الامكانيات باش نلغر على الاقل البساتياء والحفلتيع لازم هاد الوقات تكون موجدهن باش تونقاجي تختن طفل هاده نعم موسى صلاحي بالوقت يدهمونا في عجلاء اطلنا برك النشاطات اللي قمتون بها خلال شهر رمضان في عجلاء احنا قمنا بالاختيتان قمنا ايضا بتكريم من عدة مساجد مسجد خريسية اللي تتكفل بها رئيس المكتب الخريسية بلدية خريسية عابد بيلال كان عدنا تانيك تكريم في يوم 16 افريل جيسر قسنطينا رئيس المكتب بالطبع انت بودهان ياسين نشكرك على هذا التقدم هذا كان ايضا مكتب بلدية دويرة مع المقاطعة دويرة داروا العاب الاطفال بالتنسيق مع رابطة الشباب لولاية الجزائر كان عدنا ايضا عدة نشاطات خيرية واجتماعية في نفس الوقت وكان عدنا تانيك مشاركة في المطاعم المطاعم الرحمة اللي ما نقدروش احنا باش نديروا مفتحوا مطعم ولكن الاعضاء الطوعوا قايتك باش يشاركوا في المطاعم بس كل مطاعم عندها الحمد لله الشعب الجزائري متضامن رانا شفنا في الاوينة الاخيرة هادي بل اكلو كانت تروح في كل بلدية كي خمس مطاعم ولا ست مطاعم فهذا الامر هنا تعرف باللي ربي سبحانه راه مسخر قاعد العباد لفعل الخير ان شاء الله نعم موسى احكينا الشعور تاعك والأعضاء كي زاعتوا هذيك البسمة في وجوه الناس المحتاجة والناس هذو احكينا البسمة هذيك اللي شفتوها في وجوههم كيف هو الشعور اللي هذو؟ والله تتأثر بزاف كي تشوف الناس فرحانة والأعضاء تاعي فرحانين ويجروا ويطلعوا ويهبطوا أنا علاش نقول أنا بصفتي رئيس مكتب وليهة الجزائر ما نديش أنا نقول له كل حاجره أنا نشكر كل أعضاء رابطة حق الإنسان للمكتب وليهة الجزائر بالمكاتب البلدية والأعضاء المخارطين فيها على المجهودات اللي راهم يبدلوها بسكوا علاش أنا بلك اليوم راني في قناته راني نهضر على هذي الأمور ولكن هما رجال خفاء اللي راهم يقوموا بكل النشاطات كم يقول لك يهد واحدة مدسفة يعطيك صحة المعاونات غلبس بعلوك المشي هما ما تقدروا تصدر عرب بسما وكما ماكش انتا معهم هما ما يقدروا شراء يا دك صحة براك الله وفي شريف نجوليك شريف أحكينا كيفش كان شعورت عك كي يديت كي يولي تلعب الألعاب الخفاء وكي تلعك بول مرة المصرح كيفش كان شعورت عك كان شغول كان بين شغول استراسة الكاميرا شغل كيف أعملنا بسرحا بعد تقالف الكاميرا احكينا كيفش كان نرد الفعلت العائلة تاعك باباك وماماك قلت لهم انا رحلوا لألعاب خفاء وكيفش كان شعورت عهم كيفش كان نرد الفعلت عهم في الدار معك بالعكس دعموني شغول دايمن هم اللي يمتحك بحاجم لها انا صحة شريف اللو كان قلو لك ورنا المهارات تاعك في الألعاب الخفاء واشتعرف الدار بيانسوه سيدي مصر وحنشوف المهارات تاعك ولا نعم لا شاء الله هيا ورنا المهارات بسم الله بسم الله أختار ورقة أختار رقم بسم الله ادعى هذا لديك دوك انت عبر المشاهدين انا بركة انا بركة المخرجين باستخدام الكاميرا باستخدام الكاميرا باستخدام الكاميرا ام باستخدام الكاميرا باستخدام الكاميرا ارتبة دينة باستخدام الكاميرا ضم أصف اضعو ايضا اضعو ايضا اضعو هاته اضعو ايضا اضعو الهاتف اجعلو رقم 13 وانا خيال 3.7 ها تفضل وري لهم بركة الرقم اللي اخترته انا رقم 13 هو اخترت 13 وانا اخترت رقم 7 انا خيال 13 نورقة الورقة 13 تخرجتاك باذن الله زوج 3 5 6 8 اكواجد 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 السر اكواجد السر اكواجد اكواجد سر يجب لادر fiquei تقريبا يجب أن تتقوم يجب ان تركيز صحا سروا نخ Visa كرتك وانا استغرقت ت pockets اشخي اشخي كوي كان في أيام و أعتقد أنهي أجبتني أن أخرجها ليك و أستطيع أن تكون هناك ألعاب الخيفة لا تقريبتها و أحدها لا، أتعلمتها و أحدها هذا جملة أتحدث أن أتحدث عن الدراسة حتى نرى كيف تحب الألعاب الخيفة أتحدث عن الدراسة لابد ان نتحدث عن الدراسة لابد أن نفوق و أتحدث عن المجال الذي أريد و أريد أن نفوق العلوم علوم نعم علوم التجريبية علوم التجريبية كيف أريد أن تكمل القرية؟ أولا أن تتقرى السنة الثانية؟ نعم ما هي المجال التي أريد أن تكملها؟ المهنة المهنة لدي زوج يقاضي 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 أتحدث عن الدراسة نعم لا نعم لا نعم نعم هنحن نحن نحن نحفة أولاد لأنن يحرح سيكون نحن 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 و إذا كنت دعني ما هي البرامج التي رأيكم مسطرينها خلال أيام العيد المبارك؟ عيد وبعد العيد نرى أيام العيد أولاً بعدها نرى البرامج المسطرة في المستوى يوم العيد هو ثاني يوم العيد إن شاء الله لدينا زيارة المستشفى بلدية تدويره المستشفى الجامعي سيكون تحت شرف رئيس مكتب بلدية خريسية سيقوم بزيارة الأطفال المتواجدين على مستوى المستشفى تكريمهم بهدايا رمزية ولكن هدايا تدخل الفرحة عليهم خاصة في الوقت هذا اللي الناس راه في دياره هم راه هم داخل المستشفيات هذا ستكون أيضاً دورة على المكاتب التوعنا زيارة للقع المكاتب التوعنا خاصة هدايا مناسبة للتغافر للتراحم الإنسان هذا يصفي حتى أنكم هنا بالك المكاتب يزيدوا تشجارهم لكي يزيدوا النشطة يزيدوا بجلود يبدلوا جهد أكثر نحن على هذا هو تناسق التعنا نحن على مستوى الجزائران في 1400 عضو الله يبارك هدا كيفاش جاء مجاش هكا كبارك مهباء مع أنت نحن التعامل التعنا وطريقة تتسير التعنا في هذه المؤسسة ترابط حق الإنسان هو لازم نربح الناس الناس لازم تثيق فيك بس كنت تثيقها مبنية على واش على التعامل تاعك وكيفاش تتعامل مع الناس هذا والحمد لله والحمد لله والحمد لله أما نقول لك ما هي المستطرة في المستقبل بعد أيام العيدة إن شاء الله لو نتقلهم منها في عجلة إن شاء الله سيكون تكريم لعمال عمال خاصة ما نقولوش إحنا عمال نظافة ولكن نقول لهم إحنا نعطي لهم تحية منا هما عمال إن صحة القول قالوا لهم عمال شبه الصحي شبه الصحي بس كوهما راه من قامنا إحنا وش رعنا نقولو رح يكون هذا رح يكون تانيك دورك وروية ما يفوتنا لتانيك نقول لهم العمال النظافة العمال شبه الصحي صحة عائلكم كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية لكم نحن نشعك عايشين في النقا وفي الإزدهاب شبه الصحي تقدر تقدم لهم وقلهم صحة عيدكم وصحة على المجهود اللي تبدلوه بش حنا نبقاوه في النقا اللي على نافح نعم قلت لك أيضا دورة كوروية لفائدة بين التانويات ستكون أيضا كبيرة إن شاء الله هذا بعدها نطلبوا الترخيص من وزارة التربية بش تعطينا الترخيص هذا إن شاء الله تكون تسهيلات من كل جهات المعينة جهات الوصية حتى تقدروا النشطة والتعاملوا بكل أراحي والله ساهمت معي وعاونتني في الطلب هذا الأمر هذا بس كنت طلبوا من الإدارة تفتحونا البيبان يا أخويا نحن رانا جايين باش نزيد ونمدوا البلوس ما نشجيين باش حاجة وعدة أخرى الحمد لله النشطات اللي أنا نقوم بها ورانا نقوم بها راه داليل على وش رانا نحبين نختمه كاين أيضا أيام تحسيسية حول المخديرات راح تكون مخديرات هذا السم السم اللي ينتشر في الأمين الأخيرة خاصة في التناويات الموت الباطئ صحيح شريف كمارك تقول الله ما شاء الله لا لا الحمد لله والله راح نعطيل تحية لها أيضا وربي يكمله إن شاء الله شكرا شريف الله من تامي تال نقدر قلوا شاهدوهما الشاباب لا مراحين يشدوا المشأل في المستقبل ما شاء الله المخديرات تعرفوا قلك الموت البطئ صحيح المخديرات موت البطئ هذا هو وحنا هذا الموضوع اللي راني نتبعوه راح يكون في داخل المؤسسات الترباوية ويكون في مراكز التكوين الميهني لح تبدأ نشاط التاحة الأسبوع القادم إن شاء الله في جميع مراكز التكوين الميهني ومبعد نروح للمؤسسات المتوسطات التانويات الإبتدائية في جميع للأخر وخاصة وراح ندخل إن شاء الله للجامعات باش نوصلوا الرسالة تعنا نبيلة هذي خاصة المخديرات المخديرات راهي آفة من آفة المجتمع راهي سم قاتل سم قاتل صحيح وفي نفس الوقت راح نديروا حملة تحسيسية حول حوادث المرور ولازم نربط حوادث المرور بالآفة هذي متتاليان قولوا هما على شكل سنسلة لو كان واحدة تقطع يتقطعوه تعطيك صحة خاصة في رمضان هذا كان بعض الحوادث المرور خاصة لي كان في ولاد فايد تاعل استدام تسلسولي تاعل حوادث المرور نحن نقول للسائقين إخويا في غرضك وتلحق بخير وما يلحق شدوك ستلحقون بعد عشر دقائق تزيدها ما شير حاجة غرافو لا يعطيك الصحة ما انتادوكم تقدم نصيحة وكلمة للشباب المتهور ما نقول الشباب معظمهم يلقوهم شباب ويقدروا أنهم كبار في السن يلقوا أصغار وكبار في السن ويتهوروا في سياقة ماذا تقدر تقولهم شريف؟ قلهم سوقوا بشغول بلاعقة لا تخسروا ولكن انت تخسر عشر دقائق من وقتك خير ما تخسر حياتك وتجعل عائلتك كامل تبكين وولادك يتمهم وتجعل عائلتك قفة بلايك خمس دقائق من حياتك صحيح شريف ما شاء الله أبدعتنا شريف اليوم شكرا عودة إليك سيدي موسى صالح لو نقول لك ماذا تقدر تقدم كلمة ختمية؟ احنا نشكركم على هذه الاستثافة طيبة نشكركم اللي أعطيتونا باش نلحقوا الرسالة والصوت التاعنا للناس المواطنين وللإدارات اللي باش يعاونونا ويفتحونا البيبان احنا نشكروا أيضا الشعب الجمعية تقاعدك على مستوى الوطني اللي سهموا في رمضان هذا المبارك ووقفه ونقول لهم ماشي غير في رمضان لازم نكونوا اليد في اليد ونكونوا على العام إن شاء الله الخير موش غير في شهر رمضان الخير العام مازال طويل الناس ماشي في شهر رمضان برك محتاجة يقدروا أيضا أيام بعد رمضان الناس تانيك محتاجة ماشي كل ما يجيش هرمضان نديره الخير ونبدأ نتقطعو منساوها ونحتوي يجيش هرمضان قلكم لا لا نقدروا نزيدوا من نشطه أيام كبيرة وليح بيدي للخير المجل ليح مفتوح بارك الله فيك أيضا نشكر مدير المؤسسة تاعي اللي نخدم عنده بسكو هو اللي عاوني وسهلي وكدا نشكره رئيس مؤسسة رابطة حق الإنسان السيد بن شيخ الحسين ضياء الدين اللي راه دعم معنوي من طرفه هو ومنحنا تقيق على الأصعب في جميع الولايات في تسير التحى ولا نشكره كل رؤساء المكاتب الولائية ولا المكاتب البلدية ولا المقاطعات على مستوى الوطني تحيات لكم إن شاء الله نقدم تهانية نقدم تهانية لأبي البابا ويمة ما نقولش أبي وأمي نقول بابا ويمة احنا يات ربينا على البابا ويمة نقول لهم ربي يحفظكم وربي يطولكم في عمركم إن شاء الله وما نقتش أن نوصل لكم أكتر من هذا شيء نقول لك ربي يحفظهم لك إن شاء الله ربي يخليهم لك تاج في وقراصك إن شاء الله يصونهم لك كما صعنوك خرجت ما شاء الله عليك شريف نقول لك قدم تهانية لعائلة عك وكلمة ختمية نقدم تهانية لأم تعي للأبي تعي ونقدم تحية لك والسيد ليه معنا والمخرج ورجال خفاء لي معنا وشكرا لكم على الاستضافة التي استضفت هنا بها ونقول لكم جميع الأمة الجزائرية والمسلمين خارج الجزائر وداخل الجزائر صحاعدكم انا نفكره بالك واليوم كلا بزاف الحلوات ونسيت مالك وجدك لا يزال لا يزال لا يزال ندرت يحية كبيرة لجد الله يرحمه وجد الثاني الله يرحمه وجداتي في ولاية بويرا وجداتي في فتيزيوز ربي يحفظهم إن شاء الله هكا دوتكي قدمت لهم تهاني هكا كتراحي يزال ربي يحفظهم إن شاء الله نجاهدنا الكلام بهذا نكونوا لحق ناسو تقديم تهاني من مسؤول البدحمد خراص يقول الإلعائلته أمه وأبه سأنا نقول للإيدكم مبارك وصحاعدكم تقبل الله منا ومينكم غفر الله لنا ولكم كل عام وأنتم بألف خير عائلتـ خراص بصفه عامه إلعائلة بعشه وأسفة عاصمة نقول لكم يعلائكم بكل عام وأنتم بألف خير وصحه وعفيا إن شاء الله يقول إلى ابن عمه محمد سعيد المدعو في النوم وإلى كل عائلة السكان في فرنسا وإلى كل طاقم السلام يقول لكم صحة عيدكم وتهلوا فرحكم وكل عام وأنتم بألف خير وسلام وعافية إن شاء الله مشاهدنا الكرام بهذا نكونوا لحقنا إلى نهاية عددنا لناها اليوم من حصة من عدد خاص بعيد الفيطر اللي استاضف فيه كل من رئيس رابطة حقوق الإنسان السيد موسى صالح مكتب ولاية الجزائر وكان حديث شيق والله ما شاء الله وأيضا باستإضافة شريف محمد بالقاسم الشاب الطموح الشاب اللي بهمنا بالإبداع والله ما شاء الله عنده واحد التقافة واحد عنده واحد التركيز لقليل من القواة في الشباب في العمر في السنة وأيضا أنا أقول لكم شرفتوني في براق والسعلان شكرا والله تفرح أن نقعوا طفل كما أنت يقولونها بالدرجة رزين عخلوا فيها راس ويخمم بالضعافة اللهم إن شاء الله هنقول لك ربي وفقك إن شاء الله إن شاء الله ربي يمجحك وربي يسهلك أمورك كما رايك متمنى وتلحق لطموحاتك إن شاء الله إن شاء الله نسيت بركة واحد النقطة نهدي نقول لهم صحا عيدكم للفامية بالجلالي وبالقاسم وحمر شكرا وشكرا لك سيدي موسى الله شرفتني في البراط والسلام اليوم بالحضور تاعك بالرصيدك اللغة بي رصيدك التقافي نتمنى لك المزيد من النجاح والتألق إن شاء الله إن شاء الله يا ربي الله يعطيكم الخينة تومة تانية ليراكم تفتحونا البيبان للشباب هادا وتفتحونا الجميع المجتمع المدني راكم تحولوا الباب باش يقدر يوصل الرسالة التاعه وأنا بعد هذا نشكر هاد الشاب المستقبل إن شاء الله هنقول لك إن شاء الله مستقبل زاهر تابع له هاد المينوان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مشاهدينا الكرام من قدر نقول لكم تهى الله في رحكم وصحا عيدكم السلامة